السلام عليكم احلى متابعين معاكم سارة عطية من قناتي احلى واسهل مع سارة هنعمل النهاردة شاورمة اللحمة وحنعمل معاها كمان خبز الصوج السحي وهنقدم معاها صلطة الزبادي الصحية برضو او اللايت ان شاء الله وصفتنا النهاردة تعجبكم جدا وتكون خفيفة عليكم يلا بينا نشوف الطريقة والمكونات مع بعض معنا هنا لحمة شاورمة جايباها من الجزار متقطع تقطيع شاورمة طبعا الكمية زي ما انتم هتعملوا او حسب العدد اللي عندكم هنحط عليها معلقتين كبار من زيت الزتون ومعلقة كبيرة من الخل وهننزل عليها كمان يعني تمطمية صغيرة ومبشورة وهنحط عليها بصلة صغيرة برضو مبشورة وفصينتهم مفرومين هبتدي دلوقتي بقى أنزل عليهم معلقة كبيرة من الهريسة هاسبها لكم في صندوق الوصف اللي ما شافهاش ومعلقة صغيرة من الملح وكمان نص معلقة من الفلفل الاسمر ونص معلقة من الارفة ونص معلقة من السبع بهرات ومعلقة صغيرة من الكسبرة النشفة هقلب بقى كل اللي انا حطيته كده مع اللحمة كويس تمام كده افضل اقلب كده لغاية ما كل المكونات تتغلف اللحمة بيها كويس تمام خلاص كده حلوة اوي هجيب بقى دلوقتي البلاستيك رول وهبتدي اغطي الطبق بتاعي وحسيب اللحمة في التدبيلة مش اقل من ساعتين طبعا كل ما قعدت في التدبيلة اكتر كل ما بتديني نتيجة افضل ونكهة احلى لللحمة بعد ما بسويها فهسيبها دلوقتي على الاقل ساعتين هنحضر بقى العيش معايا هنا معلقة كبيرة من العسل الابيض هحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة وهنزل عليهم معايا هنا مية دافية هحط عليهم نص كوباية من المية الدافية هقلبهم بقى كويس مع بعض وحسيب الخميرة في مكان دافي تعلم معايا قبل ما استخدمها حطها كده على جنب لغاية مدفور الخميرة كده جهزت خلاص معايا الخميرة زي ما انتوا شايفين عالت هجيب بقى البولة بتاعتي معايا هنا كيلو من الدقيق الاصمر اللي هو بيكون دقيق الامح الكامل مش دقيق ابيض وهحط عليه بقى المكونات بتاعتي معايا هنا ثلاث معالق كبار من اللبن البودر ومعايا نص كوباية من بزور الكتان وهحط عليهم معلقة صغيرة من الملح وكمان ثلاث معالق من زيت الزتون وهنزل عليهم بقى الخميرة اللي ارتفعت معايا هبتدي بقى اقلبهم بالمعلقة الخشب مع شوية من المياة الدفية تمام كده هزود بقى المياة لغاية ما تلم معايا العجينة كل ما تعوز تاني هزود لها شوية يعني مش هحط المياة كلها مرة واحدة تمام كده دلوقتي بقى حشيل المعلقة وابتدي اعجن كويس بايدي لمدة 10 دقايق لغاية ما العجينة كده تبقى نعمة وتلم معايا زي ما انتو شايفين العجينة بقت نعمة وحلوة جدا حلمها كده على بعضها بقى وابتدي احطها في البولة واحط عليها شوية زيت وحغطيها برضو واسبها تخمر في مكان دافي على الاقل ساعة يعني لو عندكم المكان بارد سبوها تخمر على مهلها عشان الدقيق الاصمر تقيل اغطيها الاول ببلاستي كريب وحسيبها تخمر زي ما قلتلكم على اقل المدة ساعة حسيب العجينة بقى وارجعتاني للشاورمة في طاصة على النار حبتدي انزل معلقتين من زيت الزتون وحكون مجهزة فصين توم مفرومين حنزلهم على الزيت وابتدي دلوقتي اقلبهم مع بعض لغاية ما يبتدي كده التوم يغير لونه تمام كده حنزل بقى دلوقتي اللحمة بتاعتي بعد ما سبتها في التدبيلة وخلاص بقى بعد ما حطتهم حقلبهم كويس مع التوم تمام كده ومكان بقى التدبيلة ححط شوية من المية وحسيبهم على جنب لغاية ما قلوكم هنستخدمهم في ايه هقلب كده الشاورمة كويس لغاية ما تبتدي كده اللحمة تنزل المية بتاعتها اللي هي من الطماطم تمام كده ودلوقتي بقى هنحط المية اللي قلتلكم عليها مكان التدبيلة وهغطي عليها واسبها بقى على مهلها على النور لغاية ما تستوي اللحمة معايا تمام كده لحد ما تستوي اللحمة هنبتدي نجهز العيش بتاعنا انا فردته على الرخامة بشوية من الدقيقة عادي بالنشابة وبعدين هاخد رغيف رغيف انزله في طاسة سخنة على النار من غير اي مواد دهنية هسيبه كده على الطاسة لغاية ما يبتدي يرفع معايا اول ما شوفه بيعلى اعرف انه هو كده فصل عن الطاسة من تحت وممكن اقلبه عن ناحية تانية زي ما انتو شايفين اقلبه بقى عن ناحية التانية واحركوا كده من جميع الجوانب عشان ما يتلسعش احنا عملنا قبل كده كمان العيش العادي مع شاورمة الفراخ هسيبلكو الطريقة بتاعتو في سندوق الوصف اللي اتنين نتيجتهم حلوة جدا يعني جربوا اللي اتنين وان شاء الله يعجبوكم قوي كده خلاص استوى بكون بقى انا مجهزة سنية بيكون فيها فوتا نضيفة اطلع عليها العيش وبعدين برضو اغطي بفوتا نضيفة من فوق وكمل كله بنفس الطريقة رجعنا تاني لللحمة بتاعتنا زي ما انتو شايفين خلاص كده استويت ابتدي بقى اضيف بقية المكونات معايا هنا فلفل متقطع شرايح وكمان تمط مايا متقطع مكعبات وهبتدي كمان اضبط الملح بتاعي هزود حوالي نص معلقة وهحط معلقة كبيرة من السياسوس وهقلب بقى المكونات كلها مع بعض كويس تمام كده وهرجع بقى اغطي عليها تاني واسبها لغاية ما الشاورمة كلها تمتص كل السوايل اللي تحتيها لان دلوقتي الطماطم هتنزل ميتها وكمان الفلفل فانا مش عايزة السوايل دي هسيبها على النار لغاية ما تمتص كل السوايل اغطي عليها تمام اهي كده الشاورمة بقت جهزة معايا زي ما انتو شايفين ما فيهاش اي سوايل من تحت هسيبها بقى وطفي عليها واكمل بقية المكونات نحضر بعد الوقتي سوس الزبادي معايا هنا تحينة ونقدر نستغنى عنها لو احنا عايزينها لايت تماما هحط عليها زبدايا لايت تمام وهنزل عليها عصير لمونة ومعايا بقى ملح وكمون وكمان تومة مفرومة هضربهم مع بعض بقى كويس في الكبة ومعايا هنا كمان شرايح بصل انا نقعها في مية بخل عشان برضو استخدمها كده خلاص الصوس بتاع الزبادي جاهز وكمان البصل طلعته من المية والخل ابتدي بقى دلوقتي انزل على البصل معلقة صغيرة من السماء وهقلبهم بقى كويس مع بعض كده المكونات بتاعتي كلها جهزة ابتدي بقى احضر السندويتش بتاعي بتاع الشاورمة هنجيب بقى العيش بتاعنا بعد ما جهز ونبتدي نحط عليه معلقة من صوس الزبادي لو عايزين تحطوا اكتر براحتكم وهنزل عليه بقى الشاورمة ولو عايزين برضو طريقة شاورمة الفراخ هحطها لكم في صندوق الوصف هحط عليهم بقى البصل اللي بالسماء تمام كده وابتدي بقى الف الرغيف بتاعي كويس ومعي هنا فيل انا مقطعه صغير عشان احطه على اطراف السندويتش احطه كده من الطرفين عشان اللي يمسك السندويتش ما يوقعش عليه وفي نفس الوقت يكون نديف كده ما يبهدلش الدنيا بالسكينا بقى هقطع السندويتش من نصف وهكمل كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة خلصنا كده الشاورمة بتاعتنا وقدمنا معاها باقي صوس الزبادي وكمان البصل اللي بالسماء جربوها متأكدة هتعجبكم جدا وكمان العيش للي اول مرة يدوق مخبوزات بالدقيق الاصمر جربوه هيعجبكم قوي وبجد يعني مش هتبطلوا تعملوا يارب كده وصفتنا للنهاردة تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير وما تنسوش تقول لنا رأيكم في الفيديو ولو اول مرة تشوفوا قناتنا ما تنسوش الاشتراك في القناة كان معاكم سارع تية اشوفكم في وصفة جديدة باي باي